في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع المائي تعمل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية على تركيب المنظومات الشمسية للأبار إذ تم تركيب ما يقارب 17 منظومة في ريف المحافظة وهي موضوعة بالخدمة عمل منظومة الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها في أعالي الجبال تم إنجاز ما يقارب 17 موقع تم تركيب الطاقة الشمسية ضمنه ويعمل على تأمين الطاقة اللازمة للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لرفع المياه من هذه الأبار ومن ثم إلى محطات الضخ الأفقي التي تؤدي بالتالي إلى إيصالها إلى الأخوة المواطنية منظومات الطاقة الشمسية تعتبر حل مثالي لمحطات الضخ بأتبال الكهرباء تنقطع فترات طويلة ونحن بالقرى بتكون أحياناً محطات الضخ بعيدة شوي عن مراكز التوزيع فالكهرباء بالزمن اللي بتجي فيه ما بتكون كافي لجر المياه الكافي لكل المواطنين بالوقت المناسب يعني وتؤمن المنظومات الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات الغاطسة والأفقية متجاوزة مشاكل التقنين الكهربائي والانغطاعات الطريقة للتيار على حد تعبير المؤسسة وقد أدت المنظومات المذكورة دوراً كبيراً في استقرار الواقع المائي للتجمعات السكنية المستفيدة كما وفرت لكثير من الأموال التي كانت تصرف للمحروقات ولصيانة المولدات كل يوم الصباح بس لعد الشمس تشتغل الطاقة الشمسية بضخ مي لا بتضل بتشغالي للمساء بول ما فيه شمس شغالي للمضخات من قبل كانت المي ضعيفة وسيئة للغاية بس بعد تركيب الطاقة المول الأفضل وأحسن من الأوقع من هذا القليل من جبع مي أول شي ما فيه مي تجي بالأسبوع مرتين أحياناً مي أو لا أحياناً أكتر من مرتين وبتجي يعني لفترة طويلة أما سابقاً كانت تجي المي بس ترتبط بوضع الكهرباء فقط السوق الكهرباء والتقنين الجوائر شوي كان على هاي فكان وضع المياه كتير كتير سيئ يعني بالنادر اللي حتى تيجي ونعاني كتير اللي حتى نعبي مياه الشرب خاصة لكن الحمد لله رب العالمين هلا بعد تركيب الطاقة الشمسية ومشكورة الحكومة السورية والجهود اللي ساعت لتركيبها صار في تحسن كتير كبير وملموس جداً بالمياه يعني كانت سيئة السنة الماضية والقبلة كتير بس السنة لا الحمد لله معانينا هلا كانت بالسابق ما تجي بالاسبوع مرة هلا بتجي مرتين يعني ووقت أطوال تشغيل الموارد المائية واستثمارها هو محط اهتمام أهالي المحافظة الذين يأملون أن يكون صيفهم وفيراً بنعمة المياه من اللاذقية باسم عباس قناة سمى الفضائية